وأسأل الله أن يجعلها هذه السورة شفيعة لنا أخواتي جميعاً يوم القيامة اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي وهدني ويسر الهدى لي اللهم اجعلني لك ذكارة لك شكارة لك رهابة لك متواعة إليك أواها منيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلمات أخواتي الحبيبات أبل ما أبدأ حالي أخواتي أبشركم بشارة من يومين سبحان الله تقريبا آخر فيديو نزلته عن الدعاء بعد بساعات أنا جاسة أتصفح القناة فاجتني رسالة على قناتي أنه تم تغيير كلمة المرور من 24 ساعة طبعا ما غيرت كلمة المرور للقناة فرحت دخلت على القناة نفسها من جوالي دخلت على القناة فجتني رسالة أنه أثبت هويتك أنه أثبتي هويتك فدخلت لا حط كلمة السر فقال لي كلمة السر غير صحيحة طبعا صدمة أخواتي فضيعة يعني سبحان الله هيك جتني كأن هيك يعني اللهم يا رب ثبت قلوبنا يا رب القولي الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فاجأت يعني رحت لغير كلمة المرور فقال لي الرابط حيجيكي بعد 6 ساعات مشان تقدري تفوتي قناتك بعد 6 ساعات تقريبا بلد الحساب دخلت تقريبا بعد 8 أو 9 ساعات كمان يعني فترة طويلة قال لي تم استرداد القناة بنجاح جيت لأدخل فجأة لقيت نفسي بره اليوتيوب كله تسجيل دخول خاطئ تسجيل دخول خاطئ من كل أماكن بدخل فيها على قناتي خرجني اليوتيوب يعني ما ترك لي أي مجال ادخل على القناة حتى أنا حاط قناتي على جوال زوجي دخلت طالع القناة وقف الإيميل كله شغلي صاير بسم الله يعني فجأة كانت الساعة وحدة تظهر أخواتي بالأمس سبحان الله يعني أصعب 24 ساعة مرت بحياتي واللهي ما برعرف شو أعمل تربطت أيدي اللي بيعرف غلاوت هالقناة بقلبي غالية لي كأنها بنتي والله أنا ربي ما رزقني بنات لكن هذه القناة بنتي فضل الله رزقني إياها وهذه القناة قناتنا كلنا أخواتي بالفعل هذا الشيء شعرته بالأمس محبي في الله رب الحمد لله على ما قضيت يا رب رديلي قناتي كلم هات كلم هات كلم هات أنه استني استني طولي بالك لنشوف المشكلة كلمت أستاذ فاضل صاحب قناة رؤية المعلوميات جزاء الله خير فتواصلت معا أنا هي كيك صهير فجأة طلعوني اليوتيوب من القناتي ومن كل يعني كل أجهزة أنا داخلي كل أجهزة مرتبطة بالقناة طلعني شو أعمل شو سوي قال لي طولي بالك دخل على الإيميل نها نفس الشيء كمان يعني ما عم يدي الفوت فقال لي طولي بالك استني كله إلي طولي بالك إن شاء الله ما تقلقي خير وأنقول الحمد لله خير يا رب لك الحمد خير إن شاء الله ربي برد قناتي والله يا أخواتي شعرت بمعية الله شعرت بالاستغفار شعرت بالحوق له شعرت بلا إله إلا الله شعرت بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شعرت بمحبة خوة في الله شعرت بهال 24 ساعة بأشياء ممكن لو عمري كله عشتة ما أشعر فيها والله يا أخواتي أنا أتقلكم عن الأذكار وإلك على حول ولا قوة إلا بالله وإحكي لك عن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعن وردنا القرآن وعن سورة البقرة وعن سورة ياسين عن قيام الليل بهذه السواء العظيمة وعن قيام الليل بالقرآن وعن صلاة الضحى وعن الدعاء وعن الأخوة في الله وعن الدعاء في ظهر الغيب لأختك في الله ولأهلك ولأخوانك المسلمين عن هذه الأذكار العظيمة وأتقلك يا شبعي نفسك فيها عم شبعكم فيها بشأن نحن بحاجة إلها بأوقات صعبة في أوقات الإنسان يعني شو اللي معب فيه بلحظة الصدمات ولحظة المصائب اللي معب فيه بيظهر سبحان الله فأنت أد ما فيك يا عبي لا إله إلا الله بقلبك أد ما فيك يا عبي قرآن بقلبك أد ما فيك يا عبي معاني القرآن بقلبك أد ما فيك إذكر الله أد ما فيك إجعل ورد لك من الاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأزجع لي لك ورد كل يوم من التسبيح قبل النوم من التسبيح قبل غروب الشمس وقبل طلوعها إلزمي إلزمي الدعاء دعاء أخواتي الدعاء كل يوم لا يرد القدر إلا الدعاء يا الله لا إله إلا الله والله يا أخوات جلست يعني بهذه اللحظة يعني كمان أولادي مرضانين فكان يوم صعب 24 ساعة صعبة جدا يعني تعفي وتكوني مبط إيدك وما عافي تسوي شيء ولازم تسوي شيء ولادك مرضانين وأنت مريضة فكان من الوقت صعب جدا سبحان الله وذكرت إخواننا المسلمين كانت تكلمني واحدة من الأخوات إلي يا ألا في ناس فقدت أولادها في ناس فقدت بيتها في ناس فقدت عوائلهم كلها معلش ألا أصبر وأنا الحمد لله صابر والله الحمد لله الحمد لله نحن مع منه شيء والله جلست في الليل وهون البشارة أخواتي البشارة لكم جميعا قرأت سورة البقرة وبعدها سورة البقرة قرأت ياسين سورة ياسين وبعدها دعوت الله لحظة لي ليس سورة ياسين يعني حددت سورة ياسين انتي 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 بس أنا حليك كلمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عن سورة ياسين اقرؤوها على موتاكم ليه حتى تخفف عنهم شدة الموت شدة سكرات الموت فالعلماء عندما قالوا عن كما ان للموت شدة فللحياة شدة فتقرأ عند الشدائد عند الشيء الصعب فخلصت سورة البقرة سورة ياسين دعوت الله بهذا الدعاء أثنيت على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت الله كثيرا وأثنيت على الله باسمه الأعظم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله ومجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة أدعوت الله بعد بهذا الدعاء اللهم إن كنت تعلم أن نقراءتي للسورة البقرة والمداوم عليها أنا والأخوات اللي معي في هذه القناة اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فرد لنا هذه القناة ردا جميلا اللهم رد لنا هذه القناة ردا جميلا وأسأل الله أن يجعلها هذه السورة شفيعة لنا أخواتي جميعا يوم القيامة وصليت على الرسول وبعدين جمعت كفي هكذا ونفثت في يدي ثلاثة مرات ثلاثة مرات نفثت في يدي ومسحت ما استطعت من جسمي ونفثت على الماء وشربت منه سيت بصبر والله هذه السورة عظيمة تعطيك الصبر في قلبك صبر الهدوء لأن القلق والخوف والجزع ما يفيد أخواتي الوجوء إلى الله والصبر والتصبير تعطيك الصبر سبحان الله هي 286 آية وثلاثة أجزاء الجلوس عليها ما وسهل 49 صفحة سبحان الله يعني فعلا يعني المداومة عليها تعطيك الصبر على المصابك تعطيك الصبر على كل شيء بتشعري فيه وتحمد الله وترضي ترضي بالأله كتب وتحمد الله كثيرا سبحان الله عطتني صبر عجيب عجيب سبحان الله تحمل لكل شيء حتى الظروف اللي أنا ماشي فيها أخواتي ظروف صعبة جدا أمر فيها سبحان الله الصبر عطتني قوة عطتني نور والله أشعرت بنورها أشعرت بنور سورة البقرة وهذا الشيء أكيد كثير من الأخوات معنا وكثير من يواظبوا على سورة البقرة ويلتزموا فيها بشعروا بهذا النور بشعروا بهذا النور والله والله يا أخواتي يعني أنا بحلف لك بالله وأنا صادقة إن سورة البقرة نور كالطريق ونور وخير كبير وبركة عجيبة قرأتها بإيمان ويقين وصبر وتحمل ورجاء من الله أن يخفل لك ورجاء من الله أن يكرمك ورجاء من الله أن يعطيك بقول يا رب أكيد ما حصل هذا الأمر إلا خير كبير عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لما وصل إلى آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا الله عندما وصلت لهذه الآية رفعت يدي إلى الله وسألت الله بعد هذه الآية في هذه الآية وأنا أقرأ الآيات رفعت يدي إلى الله وسألت الله أني رد هذه القناة رد جميلاتي شعرت في محبة محبة في الله شعرت فيها تكلمت الأخوات معي قتلهم دعو لي قناة ترجعنا وادعوا القناة ترجع فكلهم الحمد لله الله يسعد قلوبهم دعوا شعرت في دعواتهم والله وسبحان الله اليوم الظهر أخواتي بكلم واحدة كمان الأخوات الغاليات عليه إلا أمي رحيمة مثل الأمي بحسة سبحان الله أمي رحيمة الله يخليك يدعي للقناة الله يرد يردها جميلا الله كان وقت عندنا ضحى وقت الضحى فقالت إن هلأ حدعي لك يا ألا يا بنتي حدعي لك الله يرد قناتك وانا بوقت الضحى سبحان الله هي رايحة تصلي الضحى وانا سبحان الله رسلت لها الرسالة لها بالله أمي رحيمة لا تنسي القناة لها الله يرد إله يردنا هذه قناتنا كلنا فسبحان الله آله اله صلي الضحى وانت رسلت الرسالة راح ادعي لك ما في ساعة أخواتي ساعة والله الزوج traded اللي تعيشو في قناتك مفتوحة هاي ليه كان فتحت والله يا أخوات فجأة هيك دخلت لقيت القناة موجودة قدرت أدخلها كأنه ولا شيء كان حاصل يعني ما بعرف اللي حصل أنا ما فاهمته لكن بعرف إنه الله سبحانه وتعالى مجيب قريب سميع بصير رحيم لا يرد عبده والله خائبا بإذن الله الدعاء أخواتي سلاح سلاح الدعاء المؤمن لأخيه المؤمن الدعاء بعد سورة البقرة مستجاب أخواتي الدعاء مستجاب بإذن الله الدعاء في الليل الاستغفار الحوقلة لا إله إلا أنت سبحانك أني كنتم من الظالمين أخواتي نحن بحاجة إلها الآن الأمة في كرب أخواتي في كرب شديد نحن بحاجة لذكر الله فاثبتوا واذكروا الله كثيراً أعلكم تفلحون بدك الفلاح بدك النجاح بدك السعادة بدك النصر بدك الفوز اذكر الله كثيراً بدك ربي ينصر المسلمين ويجبرون وهذا واجبنا أخواتي اذكر الله كثيراً وادع الله كثيراً كثيراً أخواتي يتقولي شوي ويلا بعد كل صلاة مكتوبة أوقات الاستجابة بعد ما تقرأ القرآن اسأل الله صدقي حطي صدقة صدقة أيها أخواتي قدموا بين يدي نجواكم صدقة طعي صدقة حتشوفي بإذن الله نتيجة سريعة بإذن الله حتشوفي خير كبير بإذن الله جبر من الله والله ترين الجبر من الله احسن الظن بالله واصبري واحتسب الأجر واثبتي واذكر الله كثيراً لعلك تفلحين يا رب العالمين جميعاً يا رب العالمين نصراً للمؤمنين عاجلاً غير آجل يا رب يا رب نسألك الثبات في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعاً يا رب العالمين وكل من يسمعني الآن وكل من يؤمن على دعائنا يا رب العالمين وجعل لنا سورة البقرة والقرآن شفيعاً لنا يوم القيامة يا رب العالمين ويا رب جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم حتى يرضيكم ويجبركم جبراً يتعجبونه أهل السماوات والأرض يا رب العالمين وحبكم في الله أخواتي وأتمنى لكم الخير دائماً لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائماً في دعائي سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم سبحانك اللهم وحمدك سبحانك اللهم وحمدك